أكثر من سبعين يوماً من التظاهرات الشعبية الغاضبة شهدتها محافظة البصرة ولا تزال أكثر من سبعين يوماً ولم تزل حكومة بغداد تراوح مكانها تهرباً من التزاماتها السياسية والقانونية بل والإنسانية تجاه معاناة شعب لا يجد حتى المياه الصالحة للشرب ناهيك عن الكهرباء والخدمات الصحية وفرص العمل للشباب العاطلين ولم تكتفي الحكومة بالتهرب من التزاماتها فعملت إلى إرهاب المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة مستخدمة عصاها الغليظة ممثلة بالقوات الأمنية التي تورطت في قتل وجرح العشرات من المتظاهرين ثم لما فشلت في كسر شوكة الاحتجاجات لجأت إلى شن حملات اعتقالات متواصلة في صفوف الناشطين في البصرة حيث بلغت حصيلة تلك الحملات عشرات المعتقلين خلال الأيام الماضية متهمة إياهم بإحراق القنصلية الإيرانية وبعض مقار الأحزاب والميليشيات في المحافظة يؤكد ذلك النائب عن البصرة رامي السكيني موضحا أن بعض المعتقلين لم يعرف مصيرهم ولا مكان احتجازهم حتى الآن ناشطون من البصرة يؤكدون أن الحملات الأمنية ضد الشباب البصري دفعت مئات الشباب الذين شاركوا في التظاهرات إلى مغادرة منازلهم خشية التعرض للاعتقال كما أن الشرطة أرغمت بعض الذين شاركوا في الاحتجاجات على توقيع تعهدات بعدم الخروج بأي تظاهرة في المستقبل حملة الاعتقال والتنكيل التي تطول المتظاهرين في البصرة تهدف في رأي الناشطين إلى منعهم من التفكير بتنظيم احتجاجات مستقبلا إلا أنهم يؤكدون في الوقت نفسه على أن هذه السياسة القمعية لن تفلح في إثنائهم عن واصلة الاحتجاج والتظاهر حتى تحقيق جميع المطالب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر